تعميم جديد لمصرف لبنان جرى التفاهم عليه في المجلس المركزي اليوم يسمح لأصحاب الودائع بالدولار ضمن شروط محددة في الحصول على 150 دولارا شهريا التعميم سيصدر بالتفصيل خلال 24 ساعة بعد اجتماع بين الحاكم بالإنابة وسيم منصوري وجمعية المصارف السبت تعميم بديل عن التعميم 151 سيحمل الرقم 166 سيصدره مصرف لبنان هدفه الحد من الخسارة التي تطال المودعين ومن الهرقات الكبير الذي لحق بحساباتهم سيسمح التعميم للمودع بالحصول على مبلغ 150 دولارا نقدا في الشهر من حساب مصرفي واحد فقط بغض النظر عما إذا كان موجودا قبل السابع عشر من تشرين الفين وتسعة عشر أو فتح بعد ذلك وبغض النظر كذلك عن حجم الحساب ويفترض به أن يرفع السرية عن حساباته كي لا يستفيد من التعميم من حسابين أو أكثر قد يمتلكها في مصارف مختلفة يشترط كذلك بالمودع أن لا يكون مستفيد من التعميم 158 الذي يعطيه ما بين 300 إلى 400 دولار شهريا كي يستفيد من التعميم الجديد وتقدر مصادر مصرفية الكلفة الإجمالية لهذا التعميم بأنها ستتراوح ما بين 360 إلى 450 مليون دولار سنويا تتقاسمها المصارف مع مصرف لبنان مصادر جمعية المصارف لفتت للأل بي سي آي إلى أنه في حين بإمكان بعض المصارف الكبرى الشروع في تنفيذ هذا التعميم إلا أن مصارف أخرى لا يمكنها ذلك لافتقادها للسيولة اللازمة ما قد يؤثر على ديم متها وهي في أي حال بانتظار المزيد من الإضاحات حول التعميم تجدر الإشارة إلى أن التعميم 158 بلغت كلفته المشتركة بين مصرف لبنان والمصارف منذ حزيران 2021 حتى نيسان 2023 ملياراً و780 مليون دولار وذلك بحسب أرقام البنك المركزي